اشتركوا في القناة برضه هو يوم عطلة طبعا بس عطلة لكن بدنا نمارس حقنا الدستوري في انه نروح ننطلق وننتخب النائب الذي يستحق والذي يمثلنا في مجلس البرلمان التاسع عشر وايضا الايامات الاربعة والخميس والجمعة والسبت لصباح الاحد فنحن عنا زي ما بقولوا عطلة نهاية اسبوع كمان طويلة فبدنا نضبط انفسنا بدنا نضبط حياتنا مع اولادنا خاصة العائلات اللي عندهم اطفال بحبوا يلعبوا ويتشأونوا ويتنطنطوا فبدنا نضبط انفسنا كمان في هذه الفترة ونتعامل معاهم بكل رياحة واهم اشي كيف نتعامل معاهم نضبط انفسنا نضع برنامج لهم من اول ما يصحوا لاخر النهار لانه بوضع البرنامج انتو بترتاحوا والامة بترتاح الابة بيرتاح وهن بيرتاحوا فضروري جدا وضع برنامج وللا يا دكتورة اه لانه الاطفال بحبوا الروتين خصوصا لتحت عمر الخمسة بس الكبار كمان بس انه الطفل يصحى يعرف انه ماما رح تعمل هيك والبابا رح يعمل هيك بعدين رح تصير هيك بعدين بصير عندهم راحة وطمأنينة ما عندهم حاجة للنكد كتير نعم بس كمان من من الاكبر شوي مثلا تلاتة للخمسة كتير حلو انه الام والاب يشركوا الطفل بوضع البرنامج نعم مثلا ساعة عشرة بنلعب اعملوا عاصفة ذهنية مع انهم صغار وما بيحكوش كتير بس عندهم اراء يعني نعم طبعا واراء كتير قوية انه شو بتحبوا نلعب واعملوا ليستة طويلة مثلا عشرين تلاتين شغلة وبعدين كل ما ييجي وقت اللعب مهم انه الطفل يعرف انه رح يكون في وقت مخصص له لانه اللي بلاحظه اللي بصير مع كتير اطفال انه الام بتكون مشغولة بشغل البيت اشركي الطفل بشغل البيت اليوم بدنا نشغل بشغل البيت وانت عندك هاي المساحة متر بمتر انك تكنسها نعم عرفت كيف لا حتى لو كنسها غلط وخصخها ومش عارف شو على القليلة عم بقلدك وعم بتعلم الشغلات اللي لازم يتعلمها اللي اكبر شوي خلينا نلم الغسيل من البيت ونعمل زي كرة قدم او كرة سلة مين بقدر يوصل اكتر عدد من الاواعي على سلة الملابس وعملوها لعبة يعني هادي من الشغلات اللي ممكن نفيد فيها الامهات انه لاؤوا العاب من خلال شغل البيت لانه بالنسبة للطفل كل اشي لعبة الطفل بتعلم من خلال اللعب لما انتي لما تقولي شغل البيت اف اف اه او تقولي بدنا نعمل ألعاب البيت مثلا يعني حتى بالنسبة لنا كل واحد عنده طفل داخلي كيف منقدر نعمل شغل البيت انه ألعاب البيت مثلا تعملي طاسة تحطي فيها مية دافية وصابونة ويعملوا مثلا هيك بخلي البيبي او الطفل يعمل بالشوكة بابلز يعمل بابلز وبعدين يحط اليدية بالمية وخبي له شغلات مثلا ما بتنكسر بالمية ومش حادة طبعا مش سككين وخليه هذا نوع من اللعب الحسي وانتي من خلاله الجلي بنضف شوي شوي طفل بتعلم انه يعمل الجلي هاي الشغل كتير مهم من واحد يعرفها وبعدين منها بلعب ألعاب تحسوسية انه انتي بتحطي له المي والفقاعات لها احساس معين وبعدين لما يدور جوه المية هي ايش هاي تسأل والأم الطفل اكبر مثلا اربع سنين قبل ما تطلع الشغلة من المية يشوفك ركاي فبصير تحس حس هاي شوكي هاي هاي لعبة وخليه يوصفها لانه هاي بتزيد المفردات عنده فالتحسوس الفيلين بتزيد عنده اللي هو وضع الجسم بالفضاء يعني انتي هلا وين اصبعك السباب اليمين تحرفي وينها بس بيه اطفال عم بولده هلا ما عندهم هذا التحسوس فاحنا مندربهم يعني احنا انا دايما بعتبر انه اي لعبة لازم يكون لها هدف اول هدف للعبة انه يكون ممتع نعم تاني هدف انه يزيد ترابطنا مع بعض وثالث شغلة انه يكون سنسوري مثلا بدك تعملي رز خلي الطفل يغسل ايدي مني حيك بتعلمي يغسل ويغني هابي بيرث داي لعشرين ثانية هيك علمتي ايش من مبادئ الهايجين النظافة وبعدين جوا الرز حطيله اكم شغلة نظيفة شو في جوا الرز هذا خلي يلعب فيه الاحساس طبع الرز على ايديه كتير مهم لزيادة التحسوس مش التحسوس من ناحية عاطلة بس الحس خليه يقول يلاقي الشغلات هو بحس انه هاي مكافأ بالنسبة له يي لقيت كل الشغلات ما اشترك او ما احسن تصرفك لانه بدنا ننتبه دايما لما نكافئ الطفل بالكلمات إنه ما نقول أنت شاطر وأنت مش شاطر هذا التصرف شاطر وهذا التصرف مش شاطر لأن الطفل دايما عبقري ودايما عم بتعلم بس مرات تصرفه بيكون غبي ما بنستعمل هاي الكلمات منقول هذا التصرف ما عجبني هذا التصرف مش ملائم وما الطفل يمكن ما يفهم كلمة غير ملائم إنما بفهم إنه أنت مكشرة أنت مش مبسوطة منه تقولي لو أنا بدي المرة الجاي تنقي اختيار تاني فشفتي كيف من خلال لعبة صغيرة بدنا نأخذ الرز وكبه على الأرض أول إشي خلي إذا بقدر فيها دول المكنثات الصغيرة خلي شوي يكنس الرز على الصفاية بعرف شو كيف يسمونها الصفاية نعم مجروض أو المجروض فهي يتعلم إنه في عاقبة مش عقب عاقبة لكل شغلة بيعملها وبعدين لازم يروح يفتح الباب تبع الزبالة ويحطه بالزبالة وبعدين هو عم بعملها لأنه الطفل كل إشي عنده لعب عم بتطلع على هالرزات الرز بنزل مرة مرتين ثلاثة وبعمل صوت بيطلع شوية غبرة إذا كان مش مغسول عرفتي كيف هاي الشغلات كلها بتحفز عنده النظر بتحفز عنده السماع بتحفز عنده الإحساس بتحفز عنده المسئولية نعم فحتى الشغل البيت يعني الطبيق كتير من الأمهات بقولوا ما بيخليني طفلي أطبخ أو ما بتخليني بنتي أطبخ نعم طيب على حسب عمرهم أعطيهم شغلة ممكن يعملوها نعم مثلا الرز دايما فيه شغلات صغيرة آي شغلة الطفل اللي بعد ثلاثة سنين إنه ينقب الوسخات من الروز مثلا ومنها وبلعب عرفتي كيف وبعدين خليكم يعني فيه إشياء كتير الأم ممكن إنها تخترعها وهي بالبيل بس تشارك ولادها يعني حتى لو بتقول إنه راح يبهدلني لها يستقل شغلة بدها تقعد نص ساعة عملها هلا بقعد ساعة ونص أوكي بساعة ونص ساعة ونص خلها تاخدك المهم إنك أنت بتسوي شغلتك بتلعبي ابنك يعني كتير مهم هاي الفترة لكم تعودوا كأب وأم كعائلة مع أطفالكم خليها كواليتي تايم بسموا كواليتي تايم اللي هو نوعية الوقت اللي أنت بتقضي بالحجر إنك أنت تستفيد أولادك يستفيدوا العائلة كلية تنلم على تنلم على بعض كثير كثير كمان مهم دكتورة إنه بهاي الفترة عشان يخلصوا من الأولاد بيعطوهم كثير إنهم يحضروا الشاشات والآيباد أو الموبايلات فحرام يعني حرام إنك أنت علشان تلبي حاجتك إنك ترتاحي من ولادك أو هيك إنك تأذيهم تأذيهم عقليا تأذيهم نظريا تأذيهم فكريا إنهم يتعرضوا لهالشاشات فترة طويلة فرجاء رجاء حار نحنا هون من برنامج تغريدات عائلية وحكينا كتير عن مدار الشاشات وحكينا كتير عن مواضيع التواصل اللي بيلعبوا بالأطفال إنه حرام تعرضوهم لفترة طويلة من المشاهدة بتقدروا تحددوا لهم ساعة معينة هذا الحكينا بالبرنامج اليومي في فترة الحضر بحطوا له مسلا ساعة من الساعة 11 للساعة 12 بس عندك أو نص ساعة حسب عمر الطفل وعدوا معهم وعدوا معهم وحضروا بالزبط شوفوا شو اللي عم بيشوفوا بس غير هيك مثلا عندي فكرة لأنه خلال الحجر خصوصا إذا الواحد ما عنده جنينة برانية بقدر يطلعب عليها الولاد بوعدوا بخملوا بصوروا يأكلوا وبتصير بتزيد البدانة وبقولوا أنا زهقان أنا ما كنت أسمح كلمة أنا زهقان بالبيت أنا كنت أقولهم أوكي إنت زهقان خلينا نفكر بشغلات نقدر نعملها نقدر نعملها مثلا كان ولادي أكبر نقدر نعمل الجلي لا 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 أنا زهقان فلما يقول لا لا أنا مش زهقان بصير يدور على شغلات يلهيها بس عندي اقتراح كتير حلو الألعاب مثلا الطاولة إذا عندكم طاولة صفرة حطوا عليها شرشف وعملوها خامة نعم خلي البابي يطلع فيها يحبي ويرد يطلع اعملوا ممر بالبيت إنه الحبي جدا مفيد للأطفال الناس بنسوا بفكروا إن الطفل لازم يحبي ست سبعة تشهر وبعدين خلاص الحبي بيزيد التواصل بين النظر وبين بين الإيدين بين الإحساس الهيند اي كوردناشا اللي هو كتير مهم للمسكة الألم للشغلات بالمستقبل للتطريج والشغلات لما بيزيد عضلات البطن أنا حبيت ابني لما ولد كان عنده شغلة كتير رير نادرة نادرة فقال رحت عالدكتور كان عمره أسبوعين ثلاثة اللي ما فيش إشي نعمله أنا هذا جواب طيّر ضمان مخيط صرت أدور لقيت إنه بأوروبا كنا بأميركا وقت لقيت إنه بأوروبا كتير من الناس بتستعملوا الحبي 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 لما الجيش تبع الجيش لازم ينزل تحت الشغلة بزحف عالأرض زحف نعم فالحركة الإيد اليمين مع حركة الإيد الشمال cross patterning اللي هو إنه أنا بحرك إيد اليمين مع إيد الشمال وإيد الشمال مع إيد اليمين لها علاقة بالقراءة فأطفال أطفال كتير بيجوني على عمر الثمن تسع سنين عندهم مشاكل بالقراءة مثلا بسألهم تذكروا لي وهم صغار حبوا كتير مرات مش كل مرة بس كتير مرات يقولوا الأهل لأ ضغري راح من القاعدة على الأرض لحمل حاله ومشي بقولهم أوكي فخلينا ننزل لجذر الموضوع وجذر الموضوع إنه القسم في الدماغ إله أقسام في القسم التحتاني تبع الحية اللي منحكي عنه دايما في حرقة الكر والفر فوقيها في وفوقيها في الميد برين الميد برين الميد برين مسؤولة عن النظر والميد برين مسؤولة عن كتير شغلات القراءة الشغلات فالزحف هذا على الأرض بيضبط التحتاني الحبي على أربع جرين بيضبط فإذا الأهالي دايما بدهم السؤال اللي بيجيني كتير بالأردن بأميركا كانوا يسألوني كيف ما أخرب ابني هون بيسألوني كيف بدأ ربي طفل ذكي طب من سمات الذكاء القدرة على القراءة فليش إحنا ما نحفز أولادنا إنهم يزحفوا ويحبوا وإحنا بالحجر أربعة أيام خمسة أيام والأولاد زهانين وإنتي زهاني منهم وأبوهم زهان منهم خلي أبوهم يعود معهم أو إنتي إذا أبوهم مثلا بره البلد حطوا على الأرض مثلا الماتسة هؤلطارية أو اللي ما عنده اللي أزال التاب حطوا على التاب وخلوه هيك يمشي بالخطة متدحرج ومدور وبرجع على حاله وبطلع وهان منها بتتعلم بتعلموا كيف لازقوا له زه بطريقة مظبوطة منهم بكيفه وبعدهم تعملوا مسابقات هو وأبوه مثلا يعمل مسابقة مين أسرع بهذه الشغلة وممكن تفاجأوا الطفل أسرع من أبوه هذيز البيت يعني مساحة صغيرة اعملوها مدور زي القوقعة مدور هيك على بعضها ومين حلزونة وحطوا مثلا شغلة إنه ربع ساعة على المكافأة إنه ربع إذا الطفل كتير بده يطلع الكمبيوتر ويبوصل هاي باخد ربع ساعة زيادة على الشاشة مثلا مكافأة فهاي الشغلة وبعدين الشغلة الثانية إنه المخدات إذا من واحد ما عنده تيب يحط مخدات مين بقدر يمر بين هالمخدات لما يحبي على أربعة هو طالع مش يتحف مين بقدر يروح أسرع ومنها مثلا في منافسة ممكن الطفل اللي بيخسر يزعل فأنت أو أنت كأب عندك فرصة إنك تعلموا كيف يتعامل مع الفشل تقول لا هذا مش فشل هاي معلومات الطريقة اللي استخدمتها لتمر من هاي العقبات هاي المرة كانت منيحة بس بدها تحسين شو رأيك بنقدر نعمل المرة الجاي فبتصير أنت والطفل أنت والطفل تفكروا بدكم لأنه بدنا ننبي كمان أطفال عندهم تفكير كريتكو بميس إنه مبدع ما بدنا الطفل أنا دايما بقول ما بدنا الطفل خيخة لأنه لما لما رأيه مش مهم ولما ما نشاركه بالتخطيط لإله ولما ما نشاركه بالتعامل مع الفشل لما ما نشاركه بالتعامل مع التحديات الطفل بصير يعني ما إلي حال فبليش أجرب وبصير منظوره للحياة أنا ضحية ما حدا برد عليه ليش أحاول يعني بيضل يحاول بيضل يحاول بس بعد مدة خلص بصير منظوره للحياة وأنا دايما بقول منظور الحياة زي النظارة إذا نظارتي أنه أنا مثلا النظارة الزهرية كل شيء بيمين زهري صح نظارتي أنا ضحية وما إلي حيل وما بقدر أعمل إشي بصير أدور عقلي الباطني هذا ثابت علميا عقلي الباطني بصير يدور على البرهان أنه أنا ما في حيل بنسك كل البراهين اللي أنت فيك حيل وين أنت نجحت بحطها على جنب لأنه هاي ما بتتوافق مع النظارة ما بتتوافق مع المنظور تبع الحياة تبعتك وإنت بدك لما تقرر على شغله بدك تدور على براهين إنها صحيحة ما بدك تدور على براهين إنها خطأ إلا إذا صرت واعي والطفل بعده ما عنده الوعي وكتير من الأهالي ما عندهم الوعي الذاتي فأنا دايما رأيي أنه الأم والأبي يطلعوا مثلا هذا الحجر بدنا نلبس نظارة إنه هذا سجن وما فينا حيال والدنيا خربت وأنا كيف بدأتحمل هالعادة مع الأولاد أو وأضي وقت معه نظارة هاي وقت إني أوثق علاقتي مع زوجي هاي وقت إني أوثق علاقتي مع أولادي هذا وقت إنه أنا وجوزي نتفق إنه أنا أخذ شوية وقت لحالي أعمل شغله وهو ياخد شوي وقت يعمل شغله وسائد دكتورة كمان إحنا بدنا نذكر إحنا على بواب عيد الميلاد تحضر لعيد الميلاد حلو كتير اللي تنزلوا الشجرة وتحطوا عليها الزينة خلوا أولادكم يشاركوا في وضع الزينة يعني هذا كمان وقت ممكن إنكم تعملوا هاي الإشياء أو تعملوا ممكن ناس تقول إنه كتير بكير لوضع الشجرة بس لا مش بكير خليهم يشاركوا بوضع حال بلا إذا بكير على الشجرة لأنه إذا عندك أطفال صغار رح يضلهم يشاركوا ضلهم يتنفط بشو نعم شو رأيكم مثلا بدل ما تشتروا هدايا لبعض كل واحد يعمل هدية ويفكر كل واحد أنا شو بدي أعمل وبعدا يطلب من أمه وأبو كيف بدك تساعدني أعمل ليش ما تعملوا زينة على الشجرة الطفل الكبير مثلا البشار كتير حلو إنه الواحد ياخد إبرة وخيطه ويحطوا البشار هذا للي فوق يمشكوا إبرة وخيط الطفل اللي أصغر فيه كت للخياطة عندهم الإبرة بتكون باب نعم وخميلة وفي خزو خرز أو شي مثلا أو خرز بس الخرز فوق الثلاثة أكيد لأنه كل شي كمان ببلاو صح مضبوط بس بدون خرز فيه خطان وبعدين ممكن إنك تحطي بتحط الخيطة جوه بخيطة برا هاي بتعلم تعلم الصبر يعني ممكن إذا في أهالي ما عندهم هاي الأمور مثلا ببيتهم يقصوا وراء يا إنه مثلا هلا فيه أشياء كتير ألعاب خفيفة بالمحلات ممكن خلال فترة الحضر يعملوا زي ما بعملوا شوبينج للبيت أكل وشرب أو خضرة أو لحمة وجاج يروحوا يشتروا إشياء تعليمية ألعاب تعليمية كمان إذا مش حابين يعملوا إشياء أو هم يشتروا ألعاب تعليمية يعني إذا فيهن مثلا يشتروا يشتروا لهم أكمن لعبة عائلية يتشاركوا معاهم حسب عمر الطفل بيكوني كتير حلو بس للصغار أنا دايما بقول علب حلو آه العلب اللي تحت الثلاثة سنين روحوا على دكانة وجين بعلب كل العلب صغيرة وعلبة كبيرة كيف بقدر يصفطوا العلب فوق بعض أنت بتصفطيهم اللي بعمر السنتين حلو لأ إشي عندهم إنه ياخد ويهد العلب القوم اللي عملتيها التبرورات التبرور البلاستيك اللي موجود عندك كمال أحب عليهم إنه يحطوا فيه نعم بالضبط الواعة البلاستيك هاي ومعلقة خشب بعملوا منها طبلة بتحط فيها مية وصابونة يعني في كتير أفكار ممكن الأمهات إنها تخترعها وفي هوني صديقة في هوني صديقة للبرنامج أمالي السلمان بتقول أنا بشرك حفيدي بأشياء كتير مثل تغطيس السمك بالطحين أو تعجين البطاطا والمشاركة بعمل المعجنات والمحاشي وصدقوا بحكي أنت أحسن من ماما ما بتخليني أعمل معها أو أجلي معها وأنا بكون كتير مبسوطة منتحدث سويا الله خليليكي يا ربي برافو عليكي لأنه حجين دائما التيتات بيكون عندهم مراء وعندهم طولة بال ونفس إنها تقعد مع الأحفاد بس كمان عندهم خبرة حياتية الجددات مش موجودة عند الأم والأب يعني الأم والأب هلأ منظورهم أنه أنا كيف بدي أبني حياة أنا كيف بدي أعمل نصاري أنا كيف بدي أبني سمعتي الجد والجدة بيكونوا وصلوا لمرحلة بحياتهم النضج والاكتفاء إن شاء الله النضج والاكتفاء وبيقدروا هاي الهدية يعطوها لأحفادهم بس أنا عجبتني شغلة العجين لأنه البي حتى اللي عمره سنتين بيقدر يخلط العجين شوي يعني الجد بتعمل معجنات حتى البيبي الصغير الطحين لمسة الطحين عليه الزيت لما تحطي إذا بتحطي شوي تلبن البيبي بعدين بصير حجين وبعدين بتعلميه كيف يجن هاي كلها مهارات الناس ناسينها بسية كتير كتير مهمة كتير مهمة بدان ما تروحي تشتري لعبة تعليمية بمية دينار واقعدي معا وليلوا هذا الطحين الطحين من وين بيجي بيجي من الأمح بعدين بياخذوا الأمح وبيفصلوا عن هذا وبعدين بجرشوا وبعدين للأسف الطحين الأبيض بيقيموا منه كل الألياف الألياف الصحة وبيبيعوا الألياف لحال بسعر أربعة ضعاف وبعدين بيحطوا ألوان من وين بيجي من وين بتيجي السمنة من وين بيجي الزيت يعني والتحدث يعني كتير مرات مع المراهقين الناس بيسألوا عن المراهقين المراهقين حياتهم صعبة لأنه بدهم ينفصلوا عننا بس خايفين ينفصلوا عننا ومش عارفين كيلة فعلا هذي موضوع المراهقين دكتورة هذا موضوع شائك لوحده فبدنا بس خلنا نحكي شوي عنه مثلا الطفل المراهق بتسألي شو ما لك مراهقين لأنه هيك لأنه أنا مراهقين ما بدي حكي لك بس لما مثلا تقعد يتعملي عجين كتير مرات لما أنت هون وهو هون ما بتطلعوا بعين بعد بصير الطفل يحكي لباله لأنه بيحس بي ترابط بيحس بي أمان وانت عليكي كأم أو كجدة بس استمعي استعمل التواصل الفعل استمعوا بس بعدين بس يخلص حكي أنا سمعتك بتحكي هيك مظبوط الحكي ولا لا هذا الاستماع بتحب أني شو رأيك شو رأيك كيف تقدر تحل هاي المشكلة والله ما بعرف طب خلينا نفكر مع بعض أنت ولد صار عندك خبرة وعمرك 13 سنة عمرك 14 سنة وأكيد واجهت مشاكل شو رأيك كيف نخطط أنه هاي المشكلة نتخطاها فبصير الطفل يحس ييه أمي وأبوي مش ضدي أو جندتي مش ضدي ومحترميني لأنه الاحترام كتير مهم أنه نحترم أطفالنا بس مش يعني مش بأنه أنا بحترمك لا أنه نقول له رأيك مهم ممكن ما أشاركك الرأي لأني سمعت على رؤية هذي كل مرة عم بيحكوا عن المراهقين أنه لازم أمتن الطفل بصير يحكي لا لأهله ما حدا تطرق لموضوع أنه من عمر السنة ونصف الأطفال بقوله لنا لا استغربت لأنه هو بنامش كان كتير حلو وجابه واحد كتير حكي حلو بحكي زي ما أنا بحكي أنه الطفل لازم نشاركه بيحل المشاكل لأنه واحدة من حلول البيكي إيترز هدول اللي ما بيحبوا يأكلوا إيش هي أنه تاخديه على الدكان يخليه هو ينق الأكل خليه هو يحضر الأكل خليه هو يقصر لأن الطفل اللي بتشارك بتنقية الأكل عنده فيه فرصة واحتمالية كتير أكبر أنه يدوقها على الليلة نفس الشي مع المراهقين الطفل أنا لما أقول أنت لازم تعمل هيك شو بتحسي حتى على كبر ضغري بتقولي ما بدي حتى لو أنه أنت مفكري بهذا الموضوع بتقولي ما بدي لأنه هيك لأنه جاء بطريقة أمر أمر الفرض أنا رأيي أنه نأثر على أطفالنا بدل ما نطغى عليهم نأثر عليهم هذا الحل مثلا أعطاك حل لو أنت عارف أنه الحل مش رح يزبط أوكي خلينا نفكر بهذا الحل شو رأيك ممكن يصير إذا رحت وحكيت لمعلمك أنه حمار بثلا لأنه يعني ممكن هذا يكون من الحلول هو لازم يصير يفكر طيب المعلم رح يزعل مني وأنا أبدأ أضل معه طول هالسنة ورح يمكن يقل الاحترام وقال لي طيب هذا ممكن مش حل طيب كيف ممكن أني أوصل المعلومة أنه المعلم مش عم بيساعدني بطريقة تانية ممكن أقول له يا أستاذ أنا مش عم بفهم عليك بهاي الطريقة فيه ممكانية أنك تحكي للموضوع بطريقة تانية فبتصير النسئولية على الأستاذ يا أما الأستاذ بيقول لا الأستاذ المش واعي أو مش فاضي لك أو بيلاقي الأستاذ الواعي اللي يعني عنده مهارة بالتعليم بقول تعرف فيه طريقة تانية ممكن نعملها نعم عرفتي كيف عم بفكر بالحساب فيه طريقة نعلم ولادنا الرياضيات من خلال الماكرونة ومن خلال الفور والفصولية يعني منوهم صغار بعد طبعا عمر الثلاثة للخمسة إنو نشيب مثلا مع كورونات يعدوهم واحد ثانية ثلاثة بعدين إيمي مع كورنتين هذا إيش هذا الطرح لما إيم مع كورنتين من الخمس مع كورونات شو بيضل بيضل ثلاثة هيا هو لحاله طلقائيا عم بتعلم الطرح بدون ما يضطر إنه يكتب الشغلات فلما يروح على المدرسة ويعلموه الطرح بيكون عنده خلفية ممكن إنها تطلع وإنت اللي علمتها أو أبو اللي علموها عرفت كيف حلو هاي الأمور كلياتها دكتورة يعني كتير بتفيد هاي الألعاب اللي حكينا عنها نعلمها لأولادنا بمستقبلهم لما بدخلوا المدرسة وبدخلوا العالم والتعليم وهيك لكن هلا دكتورة نحن بدأ نرجع لموضوعنا الأساسي واللي سألونا عنه كتير من المستمعين وقالنا بليز يعني يجاوبونا على هاي التساؤلات اللي هو الأطفال حديثي الولادة اللي بيولدوا جديد يعني عندي حكي من عمر الزير والسفر من أول ما يخلقوا لعمر سنة أو الممكن الحديثي الولادة من الصفر من الصفر للثلاثة شهر هذا لأنه حديثي الولادة بيسموه الفورث ترميستر في الحمل له ثلاثة ترميستر الأول تلاثة شهر هم رابع بس هو الوقت اللي عم بتعود الطفل على المعيش خارج الرحم فبتكون مرحلة صعبة جدا على الأم وعلى الأب وعلى الطفل نفسه فكتير مهم إنه نتعامل معه بطريقة مطلقة نعم هلا دكتور أنا بدي أركز على الأسئلة اللي إحنا سئلنا إلها اللي هي الممارسات القديمة اللي متوارثة من التايت من الجدة من الحماي من الأهل اللي هو في موضوع موضوع إنه أول ما بيخلق الطفل وهيك وبيجي على البيت وكذا موضوع رح أحكيهم كلياتهم من الأسئلة موضوع التمليح خلينا نعمل نعم هلا في موضوع التمليح على أساس أن المستمعين يعرفوا عن شو عم رح نتحدث تمليح الطفل الحفاظ أو التقميط اللي بيشكل مثل العصاية هيك بيخلوا الولد بالإقماط فيه إشي تاني كمان حكوا عنه بدهم يسألوا عن الربة اللي هو الإشري بتطلع على راس البيبي اللي بيرضع من الأم والتزييد في ناس بتزيت الأطفال بالزيت الزيتون عشان يقوي البنيتهم وكذا وآخر إشي موضوع الكحل الكحل بالعين يعني هذا كمان في ناس لسا لازالت إنها بتمارسوا خاصة في القرى والمناطق البادية فنيجي على وحدة وحدة دكتورة بموضوع ممكن التمليح واللي بيجي وراء التزييد أوكي التمليح له مخاطر طبية الملح السوديوم كلورايد ممكن إنه التمليح شوية من السوديوم والكلورايد الجلد بمطس كتير خصوصا عند الأطفال الصغار ما سماتهم بعدها فاتحة فممكن إنه الجسم يمطس السوديوم والكلورايد هذا ويصير عندهم نوع من الجفاف كتير خطر اسمه هايبرنيتريميك يعني هني بملح ودكتورا بملح ودكتورا شو الهدف يعني من التمليح أنا اللي بفهم من التمليح إنه يقيموا الطبقة البرانية وهاي الطبقة البرانية اللي بتكون بخلق فيها الطفل من وقت ما يطلع من بطن أمه عساس يخلصوا منها هاي الطبقة البرانية رحت يخلص منها الطفل منه لحاله خلال أول أسبوعين نعم وكتير من الأطفال منلاقي إنه عندهم شوية جفاف خصوصا عند الرسغ وعند الكاحل منلاقي إنه عندهم جفاف بجلدهم هذا الجلد جلد ناشف ورح يروح فبيعملوا التمليع على أساس إنه يسرعوا بس عبال الطبقة التحتانية الطبقة البرانية بتستنى لتوقع تلقائيا حتى الطبقة التحتانية تتقوى لأنه الجلد بنعمل من جو لبرة نعم فبيجي من الطبقة المش ناضجة بيظل ينضج 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 ليش إحنا بدنا جلد ناضج على في كارتن لأنه الجلد مساحة الطفل مساحة جلد الطفل أكبر من أي شي تاني خصوص المساعة رأسه فالبكتيريا والفطريات كلها بتيجي على جلده بدنا أول حماية لأي بني آدم طفل صغير ولا زلم ولا مرة كبيرة هو طبقة الجلد فلما طبقة الجلد إنه تكون ركيكة بيكون الولد عرضه أكتر للالتهابات نعم وإحنا عاشين ببحر من البكتيريا يعني هدول الديتول اللي بقولولك بدهم يقتلوا 99% من البكتيريا كيف كيف تقتلوا 99% من البكتيريا نعم فلما تقيموا الطبقة هاي على بكي أول إشي خشن والطفل بصير يفكر بيحرق يعني بيحرق تحطي أنتي جلدك وعلى جلده بس فش بيناتكم طبقة بيزيد الترابط بيناتكم هلأ تاخدي الملح وتفركي وتقول له في وجاع لما أمسكك هاي شغلة الشغلة الثانية السوديوم إذا امتصوا الجسم أنا بعرف ما بيضل على الجسم مدة طويلة بس لأنه مساحة كبيرة ممكن أنه يمتصوا الجسم يعمل نوع خطر من الجفاف اللي بيزيد السوديوم وممكن هذا يعمل تنشنجات عند الأطفال فهي شغلة خطرة عشان نيقى بعد التمليح بزيتو بعملوله الزيتون المشكلة الزيت الزيتون في إشي اسمه الأوليك أسد الأوليك أسد بتفاعل مع طبقة الجلد وبيقلل من الدهنة الطبيعية اللي بتطلع فمش كل الناس بنفس الحساسية لزيت الزيتون بس أنا رأيي إنه الله خلق الجسم زي ما هو ما حكى لنا نملح ولا نحط زيت الزيتون ليش ما نترك الطفل طبيعي زي ما هو على طبيعته هو لحاله مع الحليب الأم الطبيعي وهيك هو لحاله بيكون نفسه ببني طبقة ما في داعي لهذه الأشياء الخارجية اللي الأهالي متوارثين ويعملوها لأنه إلها ممكن إنها تكون خطرة عرفتي كيف يعني أنا بعرف إنه أجيال تملحت وما صح وتزيت الزيت هو عملية كان تدليك مع الزيت يعني أنا كنت أشوف بس أنا رأيي إنه نستعمل مثلا زيت لأنه ما في الأوليك أسد أنا أنا جدا مع المساج طبع البيبي بس زيت الزيتون هو طبيعة تتقيل حامية حامية لأنه في مادة الأوليك أسد وفي شغلة تانية بتتفاعل مع الجلد أنا الناس قالوا لي اعملي حطي زيت على جلدك أنا على كبر وعلى شعرك ناشف شعري وناشف جلدي طبع أنا غير عن كل هالناس الكل بمدع بهالزيت وبقول إنه رح يخلي جلدك طري وراح يكون شعرك ملمع اكتشفت إنه أنا كني من الحساسين للأوليك أسد هذا فما رد يعني لما الناس بقولوا لي استعملي زيت الزيتون بقولهم أوكي وبس ماينية مش مش شغلتي زي ما الله يرحمه كان جوزي يقول لأي مدين بمالطة بس بالنسبة إلي أنا هيك كانت خبرتي فأنا دايماً بقول لأني طبيبة من الناحية العلمية إذا ما في داعي إنك تعمليها ما تعمليها خصوصاً إذا كان في عوارد جانبية ممكن إنها تكون خطرة وإنت بالغناء عنها يعني تخطي حالك فيها بإذا بدك تدلك الطفل دلكي أنا مع المساج بس شوفي أنا عندي طفلين دائماً بحكي عنهم كامل ونور كامل ما يحب التدليق مسكيها الولد لأنه من النوع طبعه كان كان حساس إنه التدليق ما زبط معه نور بنتي آه تحب التدليق كان زي تحب التدليق فإنتي بدك تشوفي طفلك لما تدلكي عليه بدك أول شيء تدلكي بلطافة هاي الشغلة كتير حلو لأب يعملها إنه يمسك لأنه هاي بتزيد التعلق بالأب وإحنا دائماً بنحكي يعني قديش أهمية التعلق بالأب فلما الأب يدلك الطفل بدون إشي أو بمثلاً زيت الكوكونوت أي إشي بتحطيه على جلد الطفل لازم تجربي يا إما على رصغه من جوا هون أو على المناطق الحساسية وتركيها طول الليل لأنه في أطفال تتحسس من بعض المكونات الزيت فإذا تحسس على هاي المنطقة يعني رح تحسس فتفدي جربي شغلة تانية إذا ما تحسس التاني نهار ممكن أنك تعملين له تدليك لأنه هذا نوع من الترابط بزيد الترابط بزيد الأمان وبصير الطفل يقول أوه لما أبوي يمسكني أنا بحس بي راحة الدوبامين عندي بزيد السعادة بتزيد السيروتونين عندي بتزيد وأنا بهدة عرفتي كيف فهاي الشغلات اللي بدنا نعملها مع أولادنا نعم حلو دكتورة هلأ بالنسبة لموضوع التقميط بتلاقي الولد بقولك زي ما كان برحم أمه ما لفلف وكذا لفلفوا وفي ناس كتير بيشوفوا بيشدوا يعني يعني باقي الولد بيظلهم تصمد هيك جامد على لا وإنه خلع الوريك لما قمت الطفل كله لتحت إنه خلع الوريك هلا في ولاد بتخلق مع خلع وريك وفي ولاد ما عنده خلع وريك النيتف أمريكان الهنود الحمر بأمريكا نعم بيحطوهم بيقمطوهم وبيحطوهم على طهرهم على ظهرهم لقوا إنه عندهم نسبة هلأ خلع الوريك بطلوا يسموه خلع وريك وراثي بيسموه خلع وريك تطوري أربعين لستين من المية من هدول الأطفال للهنود والحمر كان يصير عندهم خلع الوريك التطوري هذا فبلشوا يطلعوا طب شو هو هي عامل جيني اكتشفوا إنه التقميط تمقيت ولا تقميط التقميط هو السبب الحلو الطفل فيه أطفال خلينا نحكي عن الطبعة تبع الأطفال فيه أطفال بولدوا إنه بيكونوا هنيين بقولوا هذا هني الطفل بنتي خلقة هنية فيه أطفال حساسين أي إشي أي صوت أي ضو أي إشي بزعجهم وفيه الأطفال اللي بالوسط فالطفل اللي حساس كتير ممكن إنه يا يستفيد من التقميط يا إما إنه ما يحب التقميط لأنه عم منعرق الحركته فكل أم لازم تشوف ويكتشفوا أنا لما بعمل التقميط لأبني بهدى ولا لا وبعدين فيه جدا جدا مهم إن الواحد يعمل التقميط بطريقة مزبوطة تعطيني ورقة بدي أحاول أفرجيكم التقميط لازم على الإيدين يكون ممكن يكون شديد بس مش شديد بحيث يأثر على نفسه الإجران لازم يكونوا حرين فمثلا هاي الحرام بتعملي أول إشي بتنزلي هاي بتعملي بتحطي الراس هون بتحطي جسمه هون نعم بعدين بتنزلي إيد الطفل على جنبه وبعدين بتاخدي الإحرام وبتحطيه تحت طهره من الجهة التانية نعم وبعدين بتنزلي إيده بتخليها ضغرية وبعدين بتعمليها على الجهة التانية هون بتلاحظوا إنه الطبقة هون من فوق شادة على البيبي نعم ومن هون رخوة نعم هذا جدا مهم فلما بتلاقي إنه إيدي تقمطوا وهدي الولد هلا شو بدك تعملي تاخدي بس تخلي إنه بدك إجرانه على حوالي 45 درجة إنه يكون كيف بقوله إجران ضفضعة هيك يكونوا إجرانه على هاي الدرجة وبعدين تعملي هيك بس تلف الإحرام وتضب تحته بحيث إنه إجرانه حرين الحركة وإذا لأ لأنه لما بتوضع خلع الورق شو هو العظمة في عظمتين هي منطقة الحوض المفصل هو مفصل بسموه دائري رأس الفيمر رأس عظمة الفخت مدورة والحوض في فجوة لما العظمة الراس المدور هذا تبع الفيمر بحك بالفجوة تبعت العظمة الحوض هيك بتكون المفصل بطريقة مزبوطة فلازم يكون الاحتكاك بالدرجة المزبوطة فأنتي لما تقمطي بتعملي هيك شوفي كيف الإجر بتطلع وتنزل وما فيش ضغط ما فيش إشي إنه يخلي هذا المفصل إنه يتكون بطريقة مزبوطة فجدا مهم إنه تخلي إجرانه حرين ففي أطفال كامل ينجن لما أعملوا تقميط الناس قال لي أعملوا تقميط لأنه كان يعيطي كتير غلبني كامل الله يباركه بس هلا أنا جدا تخورة فيه هلا هو اسم الله دكتور اسم الله لا محامي 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 وناجح جدا يعني بيفكر لما عندي مشكلة أنا بدي أتحاكي مع ناس لأنه أبوي توفى وشوزي توفى فبحكي مع كامل لأنه دكي يعني الحمد لله كل الشغل اللي اشتغلته معاه كل الألعاب اللي لعبتها كل الشغلات جابت نتيجتها التفاوضات اللي عملناها جابت نتيجة بحكي معاه ودائما عنده رأي وعنده رأي يعني ودائما بيخليني أفكر لأنه أنا بقول له هيت بدي أعمل بقول لي طبعا فكرتي بالموضوع بهاي الطريقة والحلو إنه بظن هلت اسم الله فبحب طريقته إنه يحكي لي هيك فهذا تغنطي كأنك حطيتي في قبر بعينه ما بده نور تحب إنه ضلة هيك ممسوكة عرفتك هلأ لولاد لأنه هني أول ما بيخلقوا حركة إيديهم هي بتصحيهم يعني لما بيكونوا إيديهم فلتانين بتلاقي إنه هنا يمين بحركوا بنقذوا إيديهم بتصحيهم بس لما بيكونوا مقمطين بتحسي إنه بيناموا فترة أطول حسب طبع الطفل جدا مهم إنه لما تقنطي تحطيه على ظهره عمرك ما تحطيه على جنبه أو على وجهه لأنه هاي بتصير متلازمة الموت المفاجئة عند الأطفال وجدا مهم إنه على عمر الثلاث لأربعة شهر لأنه كنا نقول أربعة لستة شهر بس هلأ الأولاد عم بتطوروا بطريقة أسرع بس الطفل ممكن إنه يلف من بطنه لظهره لازم تبطل التقميط والتقميط بالعادة دكتورة بيكون أول شهرين فقط يعني لأنه بعدين خلص بيصف الولد بس لا في ناس بيقمتوا أكتر فداما لازم بس الطفل يقدر يروح من بطنه لما تحطيه على بطن كتير مهم إن تحطي البيب على بطنه لتطوره لا الأول إشي بيصير من بطن لنظهر لأنه الإيدين أقوى من الإجران بهاي الفترة بعدين التاني الشغلة بتصير إنه بيقدر يروح من ظهره لبطن وهي لبعدين بس لما يقدر يروح من بطنه لظهره هذا لازم يوقف التقميط إذن إحنا من جاوب اللي أسأل عن التقميط إنه التقميط فقط من الجزء الأعلى ويتركوا الجزء الأسفل اللي هو منطقة الحوض والإجران يكونوا بيحرين الحركة عشان موضوع الخلع الوركي لأنه هلأ كانوا بالزمنات ما يروح يفحصوا فبيطلع الولد أو البنة عندهم طبعا البنات أكثر من الولاد بالخلع الوركي بيأثر عليهم بس هلأ صاروا الدكاترا يطلبوا لكل الأطفال اللي بيخلقوا اللي هو الأشعة صورة الأشعة للوركي ما في داعي لكلهم لأنه في عنا فحص منعمله أول فحص منعمله للطفل منحرك الإجران نشوف إذا ممكن إنه ينخلق بس هلأ دكتورة عم بيطلبوا من كل الأولاد يعني مثلا بحكي أنا مثلا كنت دكتور طالب منها لازم صورة أشعة بولا الولد منيح الحمد لله وإحنا ما ما بتعرفيش أنت شو طلع بالفحصات بتعرفيش إذا كان ممتاز كذا بس هو خلص واحد من المطالب إنه صورة أشعة للورك فبديك تعملي الأب والأم بظلهم هيك معملناش الصورة حاجة مش حاجة ما فيش حاجة خليني أحكي قيمتا في حاجة البريتش لما البابي يولد إجران أول لأنه بكون عادة إجران مطوية بطريقة غريبة لما يكونوا بنزل من القاعدة أول نعم البريتش إذا فيه ناس بالعيلة عندهم خلع ورق خصوصا قريب جدا الأم خالة أخت أو أخ هدول التنتين كتير مهمين إنه هدول أنا أنا كمان بنصح إنه يعملوا الصورة والصورة مش صورة أشعة عادية لأنه الأول ثلاث لأربع أشهر من عمر البابي بيكون بيكون غضروف ما بيكون عدم ما بيبين إشي على الصورة نعم فبدهم يعملوا الألترا ساونت الأشعة فوق الصوتية هذا لما بيشكوا لما بيشكوا يعني إنه في شي هذا هذا اللي هذا اللي بيطلبوه بأول أكم شهر لأنه ما بتقدري تشوفي إشي يعني ما بتقدري تشوفي الفخد والمفصل بوضوح على أشعة عادية لأنه لسه ما فيش كالسيوم ما تكلست المنطقة مظبوط عشان هيك بيطلبوهاي فهدول التنتين الشغلات أو إذا فيه الفحص الفحص اليدوي لازم هدول ينفحصوا لأنه كل ما بكرنا بالتشخيص فيه إشي اسمه بافليك هارنس في هارنس بنقدر بيحطه على الطفل وبيخلي إنه عظمة الفخد والمفصل أو الفجوة اللي بعظمة الحوض يتواصلوا مع بعض بطريقة مظبوطة نعم يعني إذا تشخصت واكتشفت المشكلة على بكير في علاج لإلها للخير في علاج وعلاء وبتتعالج بمعظم الأوقات نعم هي لما ما ما يلقوها على بكير بتصير بتصير المشاكل بتصير مشاكل بتصير فيه التهاب بالمفصل بصير البابي بعرج شوي يعني عنده بصير عنده وجع بالمنطقة مرات الإجر بتكون أقصر من الإجر الثانية نعم موجود إذا يهتموا فيها الأهل إذا في عندهم بالعائلة مشاكل من هاي النوع للموليد الجدد لازم ينتبه للموليد الجدد الفحص هذا وبعدين مندور هذا وراثي الموضوع يعني له عامل وراثي وبعدين بتطلع الطعجات بالفخد عادة في طعجتين أو ثلاث بفخد هاي وطعجتين ثلاث الفخد إذا الطعجات بين الفخد غير عن بعض هاي شغلة بتنبه الواحد إذا شكل واحدة من الإجرين أقصر من الثانية لأنه إيش اللي بصير إنه العظمة بتطلع من محلها فبصير شكل الإجر شوي أقصر إذا كبر شوي الطفل ولما بدك تفتح إجراء ما بتقدري تفتح مظبوط هاي واحدة من الشغلات المقلقة بالنسبة لخلع الورك لأنه مفروض إنك تقدري تفتح إذا ضل هيك على 45 وما بتقدري لازم تنتبهي لهاي الشغلة نعم تراجعي دكتور بهذا الموضوع هلا دكتور بالنسبة ل الموضوع الكحل والربة هلا الربة نيجي فيه اللي هو بسموها أنا اسمها جديد علي بس إنه هيك قالوا لي عنها اللي هي الاشرة الاشرة تراص اللي بتظهر على أطفال وأطفال ما بتظهر عليهم فوقات بتكون بنسب كمان يعني في ناس بنسبة كتير كبيرة بتلاقي هيك طبقة خميلة من هاي هي طبيعتها دهنية وبتقلق الأم يعني بتقولك إيش هذا اللي طال على راس ابني وطبعا في بعض الأطفال ما بتظهر عليهم فاتخبرين عن هاي الاشرة هاي اللي بسموها الربة بالإنجليزي بسمو كريدل كاب لأنه بظهر بالأطفال الصغار وهم بالكريدل بالشو الكريدل بالعربي المهد بالمهد وهذا نوع من اسمه بالإنجليزي اللي هي الطبقة الدهنية وفي أطفال رح يكون عندهم هاي الطبقة الدهنية يمكن من الهرمونات تبع الأم بيكون عندهم تحسس أكتر لهرمونات الأم من غيرهم في ناس بالعائلة موجودة عندهم الإشي اللي لازم يعرفون بتحكي بتقوله بسبب دسامة الحليب تبع الأم اللي بتردع ما علاقة بالعكس دسامة الحليب تبع الأم بتخليه ملزلز ملزلز بس الأم هات كتير بيفكروا إنه هاي ظاهرة إنه وسخ اللي بتصير إنه في كمان نظرية عن الإشرة هاي اللي بتصير إنه في بكتيريا مش بكتيريا نوع الفطريات اسمهم ماليسيزيا فرفر أنا بعجبني هالاسم ماليسيزيا فرفر بيكون على على الإشرة الرأس وبيكون موجودة عندنا كلنا في أطفال بتحسسوا يعني بيعملوا تحسس للماليسيزيا فرفر وهذا التحسس إنه حماية إلهم من الطبقة الفطريات هاي بيعملوا ها الدهنة لأنه الدهنة هاي بتدوب الماليسيزيا فرفر عرفتكي فهذا بالنسبة للجسم إنه هاي حماية إلي من هالفطريات بدل ما تفوت هادي الطبقة حماية لكن هي نتيجة رد فعل لنوع من أنواع الفطريات الموجود على الجلد مش بالمهد موجود على الجلد بس النومي مثلا لا ما هلها علاقة بس إثما كريدل كاب لأنها بتصير والطفل بالكريدل والطفل بالكريدل فكتير مهم وبعدين بيكون الجلد هذا مع إنه بيبين خميل وسميك ومدهن كتير حساس الجلد فتصير من الأم بصير يفرقوا فيه بزيدوا المشكلة بيحطوا عليه زيت وبصيروا بالمشطي هلأ شوفوا العلاج طبعه إنه الأم تغسل رأس البيبي بشامبو ما في لون ولا ريحة كل يوم نعم قبل ما تعمل عملية الغسيل تأخذ شوية زيت أنا هذا زيت الزيتون مش متأكدة منه عشان لقول ليك أسد بس مثلا زيت معدني أو أي زيت إشي من هن جوز الهن جوز الهند أو زي ما حكينا نجرب زيت اللوز وتحط الطبقه على رأسه وبعدين تفرق شوي شوي وهذا إيش بعمل بدوب الإشرة وبعدين تأخذ المشط أو فرشاي بلطافة نعم بس الطبقه نعمة ومش تفرق شوي شوي وبعدين بعد حوالي ثلاث أربع دقايق تغسل رأسه وشوي شوي 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 الإشرة هاي راح تبطل بس دكتورة أنت بتحكيلي بتقولي أنه هاي طبقة حماية لنوع من أنواع البكتيري الجسم بعتبر مت بكتيري فطريات فطريات يعني واحدة من النظريات هذا مش مبرهن مية بالمية بس واحدة من النظريات أنه ليش هاي الإشرة بتتطور يعني من خاف أنه نشيلها بهذا الوقت ولسه موضوع الحماية هذا موجود لا سؤال جدا واجهة وأنا جدا شاكر أنك سألتي لا الجسم لما هو زي الحساسية نعم يعني كيف الحساسية لما تعطصي بدك تخلصي من شغله نعم هاي هيك بعملوها أنت لما تعملي بالزيت تفركي مش بس عم تفركي بتقيمي الإشرة بتقيمي المالسيزيا فرقمات عرفت كيف وبعدين لما تغسلي شوي شوي على عمر الأربع لستة شهر في إذا ما راح في دكاتري وممكن أنه نستعمل الشامبون اللي فيه إشي اسمه السلينيا بس دايماً بدك تسأري يعني في الدكاتري بستنله بعد الستة شهر في أمها تكثير بيكون والأنين فممكن يحطوا شوية من الكورتزول أنا ما بحب أحط كورتزول على الطفل خصوصاً الصغير لأنه بيمتص الجسم وممكن يأثر على الغد الكذرية ويقلل من الكورتزول الطبيعي عنده فكل ما قللنا من هاي الكيمويات والكورتزول على الطفل كل ما كان منيح أفضل أفضل بالنسبة إله بس إذا كان الطفل بعيط ولا الأم بتعيط طبقة صغيرة لأربع خمسة أيام ممكن أنه يستعملها الدكتور دايماً دايماً منفضلكم اسألوا دكتوركم قبل ما تعملوا أي شيء في كيمويات على بيبيكم هي بالعادة دكتورة بتضل بس شيء شهرين بس فقط في أطفال بتضلها لعمر السنة في أطفال بتطول فهدولة أنا بحب لما أطرح موضوع أطرح يعني إذا عملت هاي الشغلين الشامبو والهذا ورعا ورعا خلص انتهى انتهى الموضوع بس لليلا عشان الأم إذا استمر فترة طويلة وهيكي بنتي تراجعي دكتور الأطفال لأن الأمهات بيحسوا أنه يعني بيحسوا أنه هذا وسخ لأنه مرات بيكون الطبقة شكلها هيك بس هي مش وسخ هي نوع من أنواع مش إهمال منها نتيجة فطرية فلازم الأم تكون واعية كمان للعقلية تبعتها نعم أنا بدي أعمل أحسن إشي لطفلي شو بتفرق شو حكت جارتي عني نعم إنه يي شكلك مأصرفي إيش هذا على رأس إيش هيك إيش هاي أنت يعرفي أنا بأأمن أن الأم تتأوى لما تعرف معلومات علمية نعم ولما تأوي حالها لأنه إحنا لازم نشجع حالنا كأمهات نعم أول ثلاثة أشهر من حياة البيبي والوقت التاضلعد اللي بين السنة والثلاثة سنين وبعدين المراهقة هذول أوقات صعبة وحصيبة جداً بحياتنا طبعا وبحياة الأطفال لازم نكون واعيين وحكمة نستعمل ونستعمل حكمتنا إحنا يعني لما تقول جارتي إنه يي أنتي مأصر بطفلك بدك تراجع بمخك طب هاي المعلومات هاي علمية بدي أآمن بالعلم اللي موجود ولا بدي أآمن بأم طوني عرفت كيف أنا اللي عم بعمله وسألت الدكتور راجعت الدكتور وقال لي أنه هيك هيك وطفلي عم بلمور وطفلي مبسوط خلص إنتي عندك الثقة في دكتورك وعندك الثقة بإداءك إنتي لازم تكوني الثقة بحالك هلأ دكتورة آخر إشي قبل ما ينتهي الوقت نحكي عن موضوع الكحول الكحول مشكلته إنه أنا دورت أول مبارح ومبارح كل أنواع الكحول فيها رصاص ما لقيت ولا نوع من الكحول ما في رصاص ورصاص ممكن إنه يمتصوا العين ويفوت شو أهمية رصاص إنه إنه لالخلايا الدماغية نعم أواتي كتيري هلأ أنا بدي أقولك إنه بيستعملوا الكحول لجمالية للأطفال زايد أنه بقولك بيوسعوا حدقة العين وكانوا بالزمنات طبعاً ما فيش الكحول كان يجيبوا الكحول من حجر يبرشوا ويحطوا بعدهم ولازالوا بعدهم يعني حسب قراءاتي إذا حدا بيعرف إشي تاني قلولي بس عم بقى لكن اللي السؤال اللي سألتوا للدكتور إنه ممكن هذا الكحول اللي بيجيبوه من الحجر إنه ما يكون فيه الرصاص فهي خبرتني إنه عملت سيرج إنه كله موجود فيه رصاص حتى الطبيعي يعني خصوصاً الطبيعي خصوصاً طبيعي كمان وبعدين فيه شغلات تانية فيه بس الشغل التاني اللي بدأ نبهي الأمهات علي لما تحطي كحل جوا عينه فيه هون منطقة نعم خزء صغير نعم هي قناة الدموع الدماء نعم إذا كل الأمهات بلاحظوا إنه الطفل المولود الحديث لما يبكي ما بنزله دموع نعم ليش؟ لأنه هاي القناة بتعمل بتقيم الدموع بطريقة حلوة لما تحطي الكحل ممكن إنه تسكري هاي فهلا بتكوني مش بس حطيتي شوية رصاص بعينه نعم وبيدبعه نعم ممكن كمان إنه خلقتي المشكلة هاي وبدك تحليها ترجم تحليها من جديد فبتصير إيش؟ بتصير عين البابي الدمع نعم وبعدين لأنه الدمع بيضل جوا البكتيريا بتموت يعني ما تكحله بالمرة يعني ما عليش خلي البابي طبيعي زي ما أرى ابنا خلقه لابنا نجمله ولا هو جميل من عند الله و جميل خلق إتربنا من عند الله لأنه حلو فالكحل تماما مساوئه أكتر من مضارفة زي البودرة الأطفال وبودرة الأطفال كمان هذه كمان بودرة الأطفال يعني أنا بالنسبة إلي حملوا دراسة إنه ريحة الطفل بالنسبة أحلى ريحة بالنسبة للأم نعم يعني هاي تعطيها سعادة أكتر من إشي تاني مش ريحة البودرة ريحة البابي نفسه نعم وكل بابي إله ريحة نعم يعني إله ريحة حلوة فإحنا ليش بنا نخبيها إذا بدنا نتفادى الشرية الحفاظة هاي الطفح الحفاظة غير الحفاظة مرارا وتكرارا تأكدي إنه تستعمل الصابونة مش كل مرة لما تغيري استعملي مية أحسن هذول الويبس اللي فيها المناديل المبللة المناديل المبللة كثير مرات فيها كيموية كامل ما كان يتحمل دكتور على كثير مهم هذا الموضوع لأنه في مناديل مبللة للأطفال خصوصي ما فيها هاي الإضافات ليش من استعمل مية الصابونة نعم وفي مناديل فيها إضافات هي الاستعمال الكبار بس الناس عم تستعملهم للأطفال لما بدأت لا لأنه فيه كيموية بتعمل تحسس بالجنة وفيه كيموية خاصة في لهم روائح يعني لهم وفيه كيمويات ممكن تتفاعل مع الدم وتعمل مشكلة اسمه مثل مقلوبنين نعم بلا منهم أنا بستعملوا البيبي باودر عشان يغطوا روائح يعني بتكون مش المشكلة البيبي باودر فيها تاوك التاوك في شوية أسبستس إذا بتستعملوا البودرة اللي فيها كون ستارج نفسها إنه بتعمل رذاذ كتير 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 آآ رئيق دقيق آآ وبتستنشقوا الطفل ممكن الطفل بستنشقوا ولأنه الطفل بعده عم بكون الرئة عنده استنشاق هاي بتعمل شغلة بتعمل إشي اسمه عند الأطفال اللي هو بعمل مشاكل بالنفس بعمل أحة بعمل ضيق نفس يا دكتورة كان بالزمنات تشوفهم بتطلع هيك كوكمية من الغبرة من ورا الباودر قد ما بحطوا على الطفل بتلاقي هيك ستارة مثل الغبرة ومثل الغمامة هيك عليه من كتر الباودر وممكن يمسكوا يتكو يعني كميات كبيرة مع الوقت هاي ممكن إنه تعمل ألياف بالرئة والرئة مش لازم يكون في ألياف يعني يا الله كيف وقت ممارسات بالزمنات نتيجة طبعا كمان مواد الإعلانية اللي بحطوها على التلفزيونات والمجلات وهيك بابي باودر وسنتد وإلها روائح مختلفة والإن بدها تشمشم ريحة حلوة ريحة البابي هي طبعية بايجي بابي عندي على الأيادة وباخد ريحة بابدهم لا يعني لو الله بديت لئهم ريحة بنفسج بحطلهم ريحة بنفسج ريحته هو يعني هاي نوع من تقبل الطفل زي ما هو أنا دايما بحكي بالتقبل والقبول قبول الآخر يعني إنه يجي البيبي ويعني فكر فيها أنت هل الطفل بفكر إنه لأنه ريحتي عاطلة يا أمي ما رح تحبني بتظلها تغطيلي ما بعرف ما أحد أدارف ما خالقهم طبيعيا وريحتهم الطبيعية لكن عليك المحافظة على نظافتهم اليومية أو بدل ما تستعملي بودرة خايفة اللوشن المراهم نعم المراهم وبعدين الزينك أكسيد أحسن واحد لأنه ما في لا كيمويات خاصة عند مطقة الحفاظ بس مش ضرور الكل يستعمله إذا صار عنده سماط نعم صار عنده سماط حلو إنه يستعمل دكتور أنت تتخيلي وقت خلص الساعة خلصت وإحنا بنتحدث كان جدا رائع الكلام معاكي والمواضيع اللي طرحتها وأنا نتمنى أنه الكل يستفيد منها وخاصة إنها بتتعلق بالأطفال الحديثي الولادة وأيضا ووقت الحضر كيف نتعامل مع أطفالنا كمان نذكرنا بطريقة ما وأنتو لحالكم إذا بتحطونا تعليقاتكم على هاي الحلقة إنه مثلا وعملوا شير شير واسألونا أسئلة تكتبو لنا كيف قضيتوا وقتكم أو تقترحوا ألعاب يلعبوا فيها الأطفال في وقت الحضر كمان عساس إنه الأصدقاء المتابعين إنهم يستفيدوا كمان من التعليقات الموجودة طبعا إحنا منحي ومنصبع على كل اللي شاركونا واستمعوا إلينا في هاي الحلقة من انفادي إيفون حتى ليسعد صباحك الله يوفقكم بتقول أمل السلمان طبعا حطت تعليق لها جميل كتير وسناء اللوح كلام رائع ومفيد والأصدقاء اللي بتصبح علينا جميعا نتمنى لها صباح مبارك وأسبوع هادئ رايق ما تكون فيها العصبية ولا التدمر على الأوضاع اللي إحنا فيها قرارات البلد والقوانين الموضوعة هي لصحتكم وراحتكم مظبوط إنه هو مزعج وممكن يكون إزعاج لبعض القطاعات لكن هامشي الصحة لأنه ما فائدة المال والشغل والبزنس إذا الصحة راحت فمنتمنى للجميع صحة إن شاء الله مفيدة صحة شاملة الصحة الشاملة وقت مفيد تأضوه خلال فترة الحضر ومنتمنى اللي موجودين على أسرة الشفاء كمان إنهم ربنا ياخد بيدهم ويشفيهم من الأمراض وديروا بالكم مع حالكم استعملوا الكمامات دائما في التجمعات خاصة اللي رايحين بكرة ينتخبوا ضروري جدا بلاش البوس والعبط والتسليم خلص خليها بناتنا واستعمال الكمامة والمعاقمات اليدوية ضروري ما تتجتمعوا معا إذا في تجمعات خليكم دائما حافظين على مسافات المناسبة لصحتكم عشان ما تجيبوش أمراض كمان على عائلاتكم في فترة الحضر إنكم اتعانوا فرجاء رجاء رجاء يعني هذا مني ومن الدكتورة لينداء المحافظة على عائلاتكم وأولادكم وتأضوه وقت مفيد ونوعية الوقت تكون مفيدة لتعليم أولادكم وتطورهم ونموهم وسعادتهم وفرحهم سعادتهم نعم شكرا لكل المتابعين معنا في هذا الصباح وإلى اللقاء في الأسبوع القادم في موضوع جديد من برنامج تغريدات عائلية شكرا لكم وبعتون لأقتراحاتكم للمواضيع نعم وبعتوا اقتراحاتكم في انتظارها شكرا لكم إلى اللقاء تضحك لك مورساتي ليل ومير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر